السلام عليكم في السادس والعشرين من مارس عام 2012 غاصل مخرج السينمائي جيمس كاميرون في غواصة بعيدة في المحيط الهادئ على مدار ساعتين ونصف قاد كاميرون الغواصة إلى أمقى 10898 متر مسجلا رقما قياسيا عالميا جديدا للهبوط الفردي فقد وصل إلى أمق جزء من المحيط وهذا الجزء من المحيط هو خندق ماريانا يقع خندق ماريانا في غرب المحيط الهادئ جنوب اليابان يختلف أمقه بطول 2550 كيلومتر لكن أعمق نقطة تم تأكيدها حتى الآن والمعروفة باسم تشالينجر ديب تصل إلى أمق 10984 متر ولكن ليكون لديكم فكرة عن ما أقول لو وضعنا جبل إيفرست في قائل خندق فستظل قمة على بعد كيلومترين تحت الماء ونستطيع القول أن أمقه هو تقريبا نفس المسافة التي تطير عليها طائرة تجارية فوق سطح الأرض علينا القول بأننا نعرف سطح القمر أكثر من العماق القصوى لمحيطاتنا فعدد الأشخاص الذين ساروا على سطح القمر أكثر من الذين وصلوا إلى قائل خندق مريانا والخندق قد نشأ نتيجة اصطدام لوحين تكتونيين وانحدار أحدهما تحت الآخر سلسلة من البراكين التي ترتفع فوق أمواج المحيط لتشكل جزر مريانا تعكس قاوس الخندقي مريانا على شكل هلال تتخلل الجزر العديد من البراكين الغريبة تحت البحر السائل الخارج من هذه المداخن تصل درجة حارته إلى 103 درجات مئوية في بركان دايا كوكو اكتشف العلماء مجموعة من الكبريت المصهر على أمق 410 أمتار تحت سطح المحيط وهو شيء لا يرى في أي مكان آخر على الأرض اكتشفت البعثات الألمية الحديثة حياة متنوعة في هذه الظروف القاسية فالحيوانات التي تعيش في أعمق أجزاء خندق مريانا تعيش في ظلام دامس وضغط شديد والغذاء في خندق مريانا محدود للغاية لأن المضيق العميق بعيد عن سطح الأرض فيجب أن تسقط العوالق الميتة التي تغرق من السطح آلاف الأقدام للوصول إلى تشالنجر ديب بدلا من ذلك تعتمد بعض الميكروبات على المواد الكيميائية مثل الميثان أو الكبريت بينما تعيش الكائنات الأخرى الحياة البحرية في أسفل السلسلة الغذائية والآن دعونا نلقي نظرة عن الحيوانات التي تعيش في الخندق التحدي الأول الذي تواجهه الحيوانات أثناء تحركها بشكل أعمق هو الظلام الدامس بعض أسماك أعماق البحار مثل السمكة السوداء القوية لها عيون عملاقة لالتقاط أضعف الأنظات تخلى آخرون عن الرؤية حيث تعتمد الأسماك ثلاثية الأرجل التي سميت باسم زعانف المندودة التي تسمع لها بالجوس على قاع البحر على اللمس والاهتزازات لتحسس فريستها لا يزال البعض الآخر يبعث ضوءه من خلال عملية تعرف باسم التلالو البيولوجي يمكن استخدام هذه الأضواء كمصابيح عمامية كما هو الحال في أسماك الفانوس أو لجذب الأصدقاء أو الفريسة يتسبب الظلام أيضا في مشكلة ثانية قلة ضوء الشمس يعني عدم وجود طحالب أو نباتات لدعم السلسلة الغذائية لذا فإن الغذاء نادر يجب أن تعيش الحيوانات عماق البحار على بقايا الكائنات الحية الميتة المتحللة من الطبقات العليا من المحيط والتي تغرق في القاع في بعض الأحيان يتم التعامل مع حوت ميت على أنه وليمة كبيرة لهم فتختبئ أسماك الهاج وتأكلها من الداخل إلى الخارج بينما تأكل الديدان العظامة نفسها وهناك صيادون أيضا حيث تستخدم شجرة البيكبونك مسامير حادة لإيقاع فريستها في عام 2014 تم اكتشاف عامق سمكة في العالم تعيش على عمق 8145 متر حاملة الرقم القياسي الجديد هي سمكة حلزون برأس منتفخ وجسم شفاف جزئيا ويعتقد أن هذا عامق ما يمكن أن تذهب إليه أي سمكة ومن المفترض أنه لا توجد سمكة في قاع الخندق لكن هناك ما هو أكثر من الأسماك في البحر فعلى الرغم من الظروف المميتة كشف غوص جيمس كاميرون عن وجود عدد كبير من الحيوانات في قاع المحيط من نسبة لمعظم الناس فهم غير مألوفين تماما انتقطت كاميرات وغواصة قشريات تسمى أنفيبودا وهو حيوان يشبه الجمبري ويطلق عليه في الغالب جمبري المياه العذبة ولكن في حين أن معظم أنواع الجمبري في المحيط يبلغ طولها حوالي ثلاث سنتيمترات فإن تلك الموجودة في تشالنجر ديب كانت بطول أكثر من ثلاثين سنتيمتر وهي أعمق الأمثلة التي تم التقاطها في أعماق المحيط وبالإضافة لكل هذا أثر على عامق وطام سفينة في العالم في الخندق سفينة يو اس اس جونستون مدمرة أمريكية غرقت في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية خلال أحد المعارك مع اليابان فغرقت السفينة في بحر الفلبين ووصلت إلى عمق 6456 متر وبقيت منذ ذلك الحين غارقة في البحر قد تتساءلون ماذا سيحدث لنا في قائخ خندق ماريانا حسدا في الحقيقة الخصائص الفيزيائية لأعماق البحار هي التي تجعله قاتلة فهو متجمد ففي معظم الأماكن تتراوح درجات الحرارة بين أربع درجات ودرجة تحت الصفر المئوية والأسوأ من ذلك أن الضغط يبلغ ثمانية أطنان لكل بوصة مربعة أي حوالي ألف مرة أكثر من الضغط الجوي القياسي عند مستوى سطح البحر أي أن ما سيحدث لنا هو مثل أن يتم سحقنا حتى الموت في ثلاجة إن الذين زاروا خندق ماريانا هم سبعة فقط بينما زار 12 شخصا القمر عين قول بأن كوكبنا سوف يبقى يبهرنا كل يوم بشيء جديد لا نعرفه عنه ويبقى العلم عند الله ويبقى ما نعلمه عبارة عن قطرة في بحر أراكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر